حقيقة لما تنظر كده لقرة افريقيا يعني تحطها كده على الاطلس وتبص للقرة الافريقية بما فيها من خيرات قرة الافريقية فيها خيرات كثيرة جدا يعني منتكلم على المعادن افريقيا تتكلم على الدهب افريقيا تتكلم على موانئ افريقيا تتكلم على طبيعة خلابة افريقيا ولكن مع ذلك بنية تحتية كثيرة متهلكة في عدد من الدول عدم وجود أمن وأمان في عدد من الدول الصحة أيضا فيها مشاكل فبالتالي هي أصبحت وكأن دول كثيرة تتنافس دول عظمى تتنافس على الوجود في أفريقيا حتى تفوز بها المهم من يفوز بأفريقيا أن يهتم بأفريقيا ليس فقط تكون مكان لاستهلاك منتجات دول عظيمة خلينا كده في ظل إطار ما يدور في قمة الأفريقية الثانية في واشنطن من نسأل سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير خلاجية الأسبق مساء الخير يا فندم مساء الخير أهلا أهلا بحضرتك خليني أسأل حضرتك سؤال هناك أيضا لقاء على مستوى القادة حيتحدثوا عن الديمقراطية عن الأمن عن السلام عن الحوكمة الموجودة في أفريقيا كيف ترى هذا اللقاء مع القادة في القمة الأفريقية هو تطور كبير جدا لأن الولايات المتحدة لم تكن مهتمة بالبعد الأفريقي لأسباب الاقتصادية والأسباب الأمنية لأنها لا هي دول مؤثرة لا في الاقتصاد ولا في السياسة والأمن الدولي يعني أنا خدمت في أفريقيا في عدة دول وعلى صداقة كل السفراء طبعا السفراء أمريكا كان يقول يعني اللي عمله في أفريقيا في سنة عمله في أزاكا في اليابان في يوم العائد أثنين ما هماش محتاجين إفريقيا في حاجة لأن احنا مش عاوز أكون قاسي شوية لما أنا قلتها مرة لأحد كبار كبار ديبلوماسيين من دولة أوروبية عظمة يعني أنتوا لما شفت الثروة في أي مكان رحتوا استعمرتوا هذه الأمن استعمرتوا شرق آسيا استعمرتوا الصين استعمرتوا الهند لما ظهرت ذهب في الهند لما ظهرت المجوهرات والذهب في جنوب أفريقيا استعمار إسطاري لما ظهرت البترول عندنا بدأت حقبة الاستعمار عندنا خلت استسببت في احتلالنا كل ثروة كانت موجودة في أي مكان في العالم كل ثروة ترى مستعمر يعني تلاقي مستعمر هو يعني جاهز لهذه الثروة فهتلاقي إفريقيا مقسمة بين غرب أفريقيا يخضع للاستعمار الفرنسي بل لدرجة نويلة الآن يستخدم عملة مضمونة من البنك المركزي الفرنسي وشرق أوروبا غالباً سيكون بريطاني ونحن كنا منه وفي النص ستجد إيطاليا وإلمانيا وتجد بعض الدول هذا الخلفية التاريخية اتنين أنا حاولت بناء على طلب حكومة مصر أن أشتري أخشاب من أفريقيا أفريقيا فيها رئة من رئات العالم في الغابات بتاعتها طلع أكسجين عظيم لكن أيضاً قطع الأشجار يعني هم نزرع بطريقة علمية نزرع ضعف اللي احنا بنقطعه وتقدر يتأخذ أخشاب من أفريقيا رخص التراب لا ما تقدريش والوزير المختص قال لي لا ده لازم تيجي تزرع بنفسك وتلعب بنفسك فأنا دايماً قلت إذا كنا بقى عاوزين بجد ندخل أفريقيا الاستثمار هو الطريق وليس التجارة صحيح وانا مش عاوز منك حاجة نعاوز بس 5 مليون دولار أروح بمئة شاب ومئة من شار ونقطع خشب وتركتورات ونصدره ده ده الوضع الجديد ان انا ارجع لسؤالك واقول الشيء اللافت للنظر هو ان امريكا مشجية عشان السراءات الافريقية السراءات الافريقية موجودة من زمان موجودة مستغلة فعلاً باحتكارات أوروبية صحيح هي جاية لسبب أمي سياسي تمام والصين صحيح وعاوز برضو أحط بينكو سيلا ان انا دبلوماسي مصري عجوز ودايماً أفخر بسياسة بلدي كل من خالف السياسة المصرية ندم بعد 40 سنة صحيح صحيح جداً صين دي اللي لأمه جمال عبد الناصر لما اعترف بها 56 وعدوان تأثير علينا 56 وأمريكا كانت زعلانة مننا أول نحن بنوصدق الصين طيب المفاجأة بأن الصين أكبر مستثمر للدولار الأمريكي وأكبر شريف تجاري الأمريكا وأكبر دولة مصدرة وأمريكا أكبر دولة مستوردة صحيح ده الوضع طب هنا أنا هسألك سؤال سعادة السفير برضو يعني هنا أفريقيا هي يعني في النص بين يعني مش عايزة أسميها أطماع ولكن بين دول عظمة الكل يريد أن يستثمر الكل يريد أن يضع يدو على أفريقيا هل أنا بقى كأفريقيا أقدر أأخذ هذه الفرص وأحول التحديات اللي عندي اللي موجودة على الأرض من بنية تحتية من عدم سلام من عدم ديمقراطية وسحها وما شابه من أشياء في إفريقيا وأخذها إلى فرص سواء من الصين أو من أمريكا رحم الله ونكرومة رحم الله ورئيس نكرومة اللي قال الإفريقي للإفريقيين ما لم يكن هناك بالضبط إذا أنا تفضلت ديمقراطية وحكم الشعب للشعب بحيث أن الناس يشوف ثرواتها بتروح فين هنا يبقى إفريقيين اللي تحدد شركاء يأخذوا ليه ويتأخذ إيه إنما الأخشى أن الدول الدول الاستعمار القديم مرتاحة جدا شركتها بالفعل محتكرة لمعظم منتجات إفريقي في حاجة لافتة للنظر إن هذه قارة مظلومة هي أفقر القارات كلها لانتعاني أكبر قارة مشغولة بالسكان أنا دائما يعني أستفيد أصدقائنا من الصفراء اللي يجالب وقال لهم تدفق الأموال اللي راح من إفريقيا إلى أوروبا وأمريكا إفريقيا بتدفع أكتر من اللي بتقبضه لأنها بتدفع فوائد الدون والديون نفسها وبتدفع فاتورة مشترياتها من الدول المتقدمة أكثر مما تتلقى من استثمارات ومن عوائد الصادرات لهذا تأتي المبادرة المصرية في 2019 أثناء الرئاسة المصرية لإفريقيا أن قلنا تعالوا نستثمر في إفريقيا زي بخبرة مصرية لأن الخبرة المصرية أكثر وأرخص على فكرة زي إحنا أكتر وجه مقبول في إفريقيا إحنا أكتر دولة ممثلة في إفريقيا وعندنا تاريخ وعندنا تاريخ أحد يفتكر أننا نصرف مليارات أنا كنت سفير في إفريقيا 11 شهر قاعد لوحدي أنا السفير وموظفي الوحيد حضرتك كنت في أني بلد أنا كنت في الكاميرون وغير مقيم في غينيا الاستوائية غير مقيم لأنه مستحيل تقيني الرئيس بقى فتح السيسي راح زار غينيا الاستوائية وبنى فيها صفار من مقويل العرب وفيها سفير دلوقتي ده اللي كان نقصني أنا في إفريقيا دبلوماسية الرئاسة بنستعمل صفرة بنستعمل وزراء لكن الرئيس رحمة الله عليه كان يعني ظروف صحية زائد محاولة الاعتداء عليه في أديسابابا كل ده منعه من تغطية العلاقات الخارجية صحيح عندي رئيس ما شاء الله من توكيو في أقصى الشرق إلى باريس في أقصى الغرب من نيويورك ويعامل أربعين مقابل في خمسة أيام وده اللي حاصل النهاردة صحيح إلى الدول الإفريقية ما سبش حتة مرحاش أول زيارة لرئيس السيسي بعد توليه كان زيارة الجزائر التي اطمئنا على صحة الرئيس الجزائري صحيح يعني الحقيقة ربنا يبارك فيه وفي وزيرنا وزير الخارجية اللي بينام مش في بيته كتير أكيد عموما هذه هي الإدارة المصرية والقيادة المصرية الآن تحديات كثيرة جدا مش فقط في مصر كشأن محلي ولكن هو دوضع مصر ومكانة مصر أساسا بموقعها الاستراتيجي في أفريقيا وأيضا وجودها في أنها دائما يعني هي رمانة الميزان لهذه المنطقة فأعتقد ما تقوم به القيادة المصرية أصبح واضحا للجميع من الشرق والغرب والجنوب والشمال العالم السفير جمال بيومي أشكر حضرتك جزيلا على هذه المعلومات شكرا جدا مساعد وزيري الخارجية الأسبق أشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على فأنا شكرا